شهداء الإمارات اسم أطلق على مجموعة مدارسة أسست على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي في أربيل وصممت لاستيعاب نحو 7000 طالب نازح ولاجئ في مختلف المراحل الدراسية طبعا تم تسليم 11 بدرسة إلى الآن وبالإضافة إلى 5 مستشفيات وأربع عيادات وبالإضافة إلى 3 مخيمات لصالح النازحين العرافيين يتسع كل مخيم من ما يقارب 10 ألاف نازح ونتكلم عن طبعا مخيم للاجئين السوريين بالإضافة إلى المشاقل اليدوية التي يستفيدون منها القاطنين في المخيمات ناس ما تقول لهم حبينا أن نشغلهم ويستفيدون منه وترد العوايد على أسرهم وأدويهم لم يقتصر العمل الخيري لدولة الإمارات في العراق على المدارس فحسب إذ أولت اهتماما بالجانب الصحي للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في إقليم كردستان نشاطات الهلال الأحمر الإماراتي في كثير من المجالات موجودة في مناطق مختلفة مع النازحين اللاجئين المشاريع الخاصة بالمياه بناء المستشفيات مراكز الصحية المدارس اليوم وفي اتحاد أربع مدارس اثنين في شقلاوة والاثنين في ناحية بحركة ويبقى النازح العراقي واللاجئ السوري متعلقا بأمر العودة إلى دياره طاويا صفحة مؤلمة من الضياع والآلام أحمد الحمداني العربية أربيل ترجمة نانسي قنقر